هقول لك تشكيل الزمالك بكرة انت عارفه المتوقع يعني طيب قولي يعني بنسبة 95% قولي لانه كل مفاجئات وبرضه تشكيل الاهلي في مفاجئات حتى كولر نفسه انا سمعت وقال بس انا متخيل كولر هيعمل ايه في حاجة واحدة بس هيقولي الزمالك الاول هقولك الزمالك الزمالك هيلعب بكرة بمحمد صبحي وهيلعب بمحمد حمدي الصفقة الجديدة بكلفت وهيلعب بعمر جابر وحسام عبد مجيد وحمز المسلوسي هيلعب بقى في النص مفاجئة بشحاتة محمد شحاتة جنب دونجا وقدامهم عبدالله السعيد وعلى اليمين زيزو سيفي الجزيري ومصطفى شلبي وعلى دكة البودلاء هيكون ناصر مهر وكونراد الميشالاك البولندي وعمر فرج الفلسطيني يعني بما يعني تبا كده مفيش اي مفاجئة في التقريب هو بدأ بمحمد حمدي لأ وشحاتة يعني ناصر مهر كان من المتوقع هو اللي يبتدي أصل لو ابتدى بناصر مهر مع عبدالله السعيد يبقى خسر ورقة مهمة يقدر يلعب بها في الشوطة التانية حسب مجراته هو بدأ تقريبا تشكيل ده في المطش الدوري اللي كسبه وحتى ما كل اللعبة دي طلعت الزمالك جاب جون الفوز تعرف كان عبدالله السعيد تغير وناصر مهر تغير وكان تقريبا فرقة كلها تغيرت تحت الزمالك وقدر نجيب جون عن طريق القوت تفكرة